السلام عليكم ومرحبا بالناس لو ما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزير اليوم الحصة التعناوية عقوبة قاسية على يوسف ليلي بسبب أحداث مبارك مرودية الجزائر ووفاق السطيف أحداث هو يعني فانك مش يمليها لعاب يحترمش حاكم مبارك يضربها بصبع صحا بالك الهدف تعال ملودية عاود تفرشتها اللولا ما تفرشتها طب ما عاودنا تفرشتها وين هدف غير سرعي هدك غير سرعي نحن نرى الصح غير سرعي تبقى عن ثلاثة تحكيم هما يشوفوه هما ليقيمو الهدف أنا سيوف بلي هدف غير سرعي أنا هدف غير سرعي هدف غير سرعي هدف الدمرة وفي الوزر بتعيو سبليلي ما حقوش فانك هدف كماهك ما حقوش ما حقوش بسيرو يضرب لعربية لعربية خرج لك حمراء انتهى الامر انتهى الامر انتهى الامر لا كار لا كار لا كار انتهى وانتهى Lee اخبض لدها انتهى الامر سوك varieties هذي صرات هذي هذي صرات هذي صرات ايه رب عام روح والله كمان يقولكم قلوا عندك سيمات عندك ستة شهر عندك عام قلوا الله واحد ما يقل حالك روح ايه بس اكي بقى ايه اصدق تتوصل تضرب بالسبعة عربيت تضربه بالسبعة ويوفمك عربيت لكن انسان وفانيك ثم الانصار لازم تكون تربه يازم ترباه وانصار مريض اذا كان اسم انا انا امان كان يلاب ويبكي يا سيمو عبد قال لي حبس هذاك تعال برج هذاك حبس قال لك أنها ممح زيزة علية وقال لك أنها قاري ونلعب وممح زيزة علية حبس بولا حبسها قالوا كنت ندي 300 مليون قالوا كنت ندي 150 مليون في الشهر في سنة 500-600 مليون وحبس هماتها ومه وما هموه صدرها وحبس بلدي 100 مليون ممتازة ويجب أن يجب أن يساعد لك الحركات ويجب أن يساعد لك الحركات وأنها موى هدوه أخبرتني موكس ومع ذلك فأخبرتها كونتق سنتينة وفاتت على السلامة وزنتاعدتها مع السلامة صحيح بزيزة روح ريح ريح ترويها ماتو ريح لديك سورسي عندك الأخرى السورسي وعندك أوريا يمكن لعقوبة قاسية الأول وهذاك تحتاج يعني وإن حقك وإن أعلنت لجنة الإنريباط إيقاف يوسف بليل نجم نادي ملودية جزائر بست مباراة كاملة منها إثنتان يعني غير نافذة وذلك بسبب تعرض النجم الخضل للطرد بعد نايله بطاقتين يعني صفرة في مباراة الماضية أمام وفاق السطيف وسلوكه الغير غيظية تجاه الحكم السعيدي متبوع بحركة يعني غير أخلاقية تجاه الجماهير لحظة مغادرته الميدان وأوضحت نفس اللجنة بأن صانع ألعاب يعني الدولي الجزائري سيكون مطالب بتفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري وفي حال تكرره لفعلته السابقة سيتعرض يعني لنفس الإيقاف مضعف وسيشكل غياب ليلي عن نادي أكثر شعبية في البلاد ضربة قاوية جدا في سياق التنافس على نايل اللقب الدوري المحلي إذ يعتبر أبرز نقاط قوته في مخططات المدذب الفرنسي باتريس واللعاب أشد يعني التأثير في الخط يعني الهجوم للفريق ولازم فانيك بليلي لازم فانيك تحتارم تحتارم فانيكة لازم تحتارم النادية أدي ريعتك ترام احتارم الخنطرة وعلى الجانب آخر تعرض نادي وفاق السطيف الذي كان الطرف المستضيف في المواجهة التي أصرت ديدال يعني كبير بسبب ما وقع في المدرجات بين اللاعبين في الميدان يعني لغرامة مالية بسبب استعمال الجماهير ألعاب النارية وقذائف يعني وقصف الميدان كما اتخذت مواجهة الانتحاد واتسوب أمام ضيفه نجب بن عكنون والتي تم لم تستكمل بعد نهاية شرطها الأول يعني بقرار من الحاكم المبارع لغياب يعني الحماية الأمنية الكافية وان حيز كبير من قرارات اللجنة الانضباط والتي تعاملت مع الميلف يعني بحزر وأصدرت قرارات مهمة جدا ستكون حاسمة في الصراع الفريقان على الزمان بقاء مع الكبار وحملت يعني اللجنة الانضباط مسؤولية ما حدث لاتحاد واتسوب صاحب الأرض في هذا اللقاء واعتبرته منهزم بنتيجة ثلاثة صف مع منحها نجب بن عكنون نقاط الثلاثة ليرتفع رسيده إلى 14 نقطة وضعته في المركز الرابع عشر بجدوى الترتيب وفي نفس السياق أوقفت لجنة انذباط يوسف صخري رئيس الاتحاد السوفي أربع سنوات كاملة عن ممارسة أي ناشاط رياضي مع اقتراح فصله مدى الحياة وذلك بسبب توجيه عبارات غير أغلاعقة إلى استولاس التحكيم والتهديد إياهم خلال مباراة السابقة وعدم التزامه بالعقوبة التي كانت مسلطة عليه في وقت سابق الآن أذهب إلى أذهب إلى أجد وأignment أنظر وعندما أنظر ما اشكري عن debido الفر про أنظر أكثر zug روح سوف رئيس رئيس أنا غير من Люб الزن يجب ان تفاصلها الى اواله اللاجب الحديدة يجب ان نتحتاره وليس محدة يجب ان تفاصلهم من الهائة من قمة القدم مجب Bahn كلام هود الحقر ولا واله عائد خلصها عائد خلصها عائد خلص هذه هي يقول لي لا ما نلمليا ما نستعربي والله ما نستعربي دير تخلص متى اللي قال دير تخلص قليلة خمسة سنة بلا ربعة سنة قليلة 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 هذو سوالها قليلة أنا أقول لكم ، سوالها قليلة ما دير حيات ما يستهلوش وانتبع بالتريبيل ما دير حيات خلصي عودوا ربعة سنة من لأل خمس سنة ماذا عودوا؟ تطبيبوا التصريحات لا متأكد فيها لماذا تكون أشياء تقنب على كتاب النبات فإن حتى تنبيع يتقن على أكتاب لذلك أتصدق كيف جدس ماذا؟ كان يتحدث كبير لقد ذلت كيف فعل؟ يقول لك انه يتغير بطل راحل كان وانه جلد جدا بالعكة لك وانه يتغير مركي وانه يتربح انه يتغير انه يجب ان نظر بلاربيد انه يخوف منه كان وانه يوسف ليلي يوسف ليلي يوسف لك محتاجاتك في مرحلة حساسة مرحلة حساسة ليس سهلة ليس في الشدة تخليهم عمالك ليس كذلك لا تنسوا اعطونا جميع كومنتر ومشاركونا الفيديو التواعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد ومشي ابوني معنا ورب يحفظكم ويحفظنا